أخواتي المؤتمرات إخواني المؤتمرين كما تعلمون عندنا إن شاء الله موعد ما محطة المؤتمر العام 18 لحزبنا العاتين هذا الاستقلال هذا الجميع والمؤتمر كما تتعرفوا مش فقط محطة تنظيمية لإقرار قوانين الحزب وتقييم المجازات والقيام بالنقد الداتي وجديد المواقف والخسيارات وطبعا انتخاب الأجهزة القيادة للحزب ولكن المؤتمر خاصة هذا المؤتمر ترانو بشكل واحدة رافعة واحدة دفعة قوية للحزب وللحياة السياسية ولتنبير الشأن العام وخاصة كما تعلمون أن حزب التقلال واليوم شارك في الأغلبية الحكومية بفريق برلماني يتجاوز مئة عود وتترأس بعادة الجهات وتسير أكثر مئتين وسبين جماعات رابية وغفة مئانية هذا رهان مشروع وممكن ووجهه إذا استحضر درسي الحزب الفكري والسياسي ومصار نضالي لتجاوز أكثر بكثير ثمانين سنة تمييزات بالتطور تمييزات بالتجدد وتمييزات بالتجاء دائما إلى المستقبل المستقبل هو الطموحات الإراضية للملادنا تحت القيادة الرشيدة لجهة ملك محمد السياسة أيضا الله طموحات تسريع الإصلاحات صور المقومات السيادة الوطنية في مختلف المجالات إرساء العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وكذلك ضمان الكرامة للمواطنات والإنواطن القيام من تقوية الموقع الجيوستراتيجي للملادنا للدفاع عن مصالح العليا للوطن والرفع من جادة ميات بلادنا الاستثمارات الكبرى والمشايا الاستراتيجية في البنيات التحتية وتحليات المياه واللوجستيك والطاقات المتجددة والبطريات واستقضاء بتظاهرات العالمية لغاية تخلق فرص الشغل للشباب والنساء وغاية تعزز الإشعاءة لبلدنا كأرض السلام كأرض الاستقرار كأرض التسامح وأرضيات تنافسية للاستثمار والنمو المشترك واجبنا كحيث الاستقلال ونكون في مقدمة القوى السياسية والحية للانخراط في هذه الطبوحات الإراضية لبلدنا ونساموا ليس فقط في بناء التقال والتابعة الوطنية والالتفاف الجماعي حول هذه الطفرة التنموية لغاية فيها بلدنا ولكن واجبنا ودورنا وكذلك نساموا بالأفكار بحلول تدابيرتين نابعة من مرجع ايتيناتنا التعادلية لتحقيل هذه الطموحات من خلال موقعنا في الأغلبية الحكومية في تسير الجهاد والأقاليم والجماعات باش نكونوا في الموعد مع بلدنا هاتش تتطلب منا استحضار قيم استقلالية الحقة والمبادئ اللي تربينا لها في حين الاستقلال قيم ومبادئ مبنية على حب الوطن والصالح الام والعمل والاجتهاد ونكران الدات والابتعاد عن الأنانيات خاص كون توافقات بالناء وكل اختيار الديمقراطي الأنسب والأصلح لبلادنا والحزبنا لذلك اخترنا عن إيمان واقتنا تجديد الهد من أجل الوطن والمواطن كشعار لمؤتمرنا هذا ونحن جميعا أخواتي إخواني مؤتمنون على الالتزام به وجه السيده في مجريات ومخراجات المؤتمر الثامن عشر لحزبنا العتيد حزب السقل ومتنسوش تابنو معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي